ترجمة نانسي قنقر قطاعات الاقتصادية لمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لعام 2017 فإن قطاعات التجزئة والتصنيع والزراعة تشكل مجموعة لا بأس به من كل القطاعات لذلك سوف نعطي أمثلة لهذه القطاعات مسترشدين بالنماذج السابقة وبعض التجارب التي تمت في هذا المجال ويمكن للمنشآت في القطاعات الأخرى بالتأكيد الاستفادة منها كذلك لكن لا بد من التأكيد على أن هذه مجرد أمثلة استرشادية فقط ويمكن إبداع أفكار وطرق جديدة للاستفادة نبدأ أولا بقطاع التجزئة ريتيلر سكتور يمكن للمنشآت في هذا القطاع الاستفادة من تطبيقات إنترنت الأشياء فيما يلي الإدارة المثلة من المخزون حيث يمكن أن توفر تقنيات إنترنت الأشياء المتابعة الآنية لنقص الرفوف أو السرقة وكذلك توفير البضائع بشكل سريع لتجنب نفاذ المخزون ولأن تطبيقات إنترنت الأشياء سوف توفر للمنشآت أدوات تحليل متطورة للبيانات يمكن فهم سلوك الزبائن وتوفير البضائع حسب تفضيلاتهم ورغباتهم يمكن كذلك للمنشآت استخدام إنترنت الأشياء لتحسين تجربة التسوق للزبائن حيث يمكن مراقبة وتتبع حركتهم داخل المتجر وبالتالي يمكن تسهيل تنقل الزبائن ويمكن كذلك تتبع أنماط التسوق الخاصة بهم وتقديم عروض خاصة أيضا يمكن تحليل بيانات التسوق وتحسين توزيع المنتجات داخل المتجر مما يتناسب مع سلوك العملاء كما أن تسهيل وأتمتة عمليات الدفع باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء سوف توفر الكثير من الوقت وبالتالي تحسن تجربة الاستخدام كما تستطيع المنشآت تطوير شاشات داخل المتجر لتصبح أكثر تفاعلية حيث يمكن أن تتواصل مع التطبيق الخاص بالمتجر على أجهزة الزبائن الذكية وتعرض إعلانات أو منتجات مستهدفة للزبائن الموجودين حاليا في المتجر أما التقنيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء في هذا القطاع فتشمل ميال، Bluetooth Beacons, RFID, NFC, Mobile Application, System Backends, Analytics and Visualization, Digital Signage Technology القطاع الثاني الذي سوف نتحدث عنه قطاع التصنيع Manufacturing يمكن للمنشآت في هذا القطاع الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال ما يلي زيادة جاهزية الأنظمة يمكن لإنترنت الأشياء حماية النظم والمعدات الصناعية من التوقف المفاجئ عن طريق اكتشاف علامات الخلل مبكرا ومنع تفاقمها بإجراء الإصلاح المناسب حيث يتيح تركيب أجهزة استشعار في الأنظمة الصناعية للمشغلين معرفة ما يجري مع المعدات في الوقت الفعلي وبدقة عالية كما توفر هذه المستشعرات تقريرا مفصلا عن حالة المعدات والأداء والأمان وغيرها وبالتالي يسهل إجراء الفحوصات المنتظمة لها أيضا كما يمكن إجراء جزء كبير من العمل عن بعد وبدقة أكبر وعندما تكون هناك إمكانية للتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها يمكن منع الأنظمة والآلات من التوقف الذي يسبب خسارة اقتصادية للمنشأة الصناعية وتأخر في إنجاز أعمالها كذلك يمكن للمنشأة في القطاع الصناعي تحسين فعالية الخدمات وجودة المنتجات في حين يتعلق زيادة جاهزية الأنظمة بالمعدات والأنظمة التي يستخدمها المصنع يمكن أيضا للمنشأة الصناعية تضمين تقنيات إنترنت الأشياء للمنتجات التي تنتجها ومراقبتها واستقبال البيانات منها أثناء استخدامها فعليا من قبل المستخدمين حيث سيساعد ذلك المنشأة الصناعية من تحسين خدماتها ورضاء ولا أكثر من قبل عملائها أيضا المراقبة عن بعد واستكشاف الأخطاء للمنتجات وكذلك الصيانة التنبؤية والوقائية والتحسين المستمر للمنتج من بيانات الاستخدام وتمديد الضمان المستند للبيانات التي يمكن استقبالها كما يمكن كذلك تحديث برامج الأجهزة عن بعد كما يمكن أيضا للمنشأة الصناعية تطبيق مفهوم المصنع الذكي ويعد مفهوم المصنع الذكي هو الهدف النهائي لاستخدام تقنيات انترنت الأشياء في مجال التصنيع لكن تحقيقه سيتطلب العديد من التقنيات المستخدمة حيث يتطلب ذلك دمج المستشعرات في المعدات وخطوط الانتاج وربطها لاسلكيا ثم استقبال البيانات وتحليلها محليا عبر الحوسبة الحدية Edge Computing قبل إرسال البيانات لإسحابه كما يحتاج المصنع الذكي لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كتطبيقات التعرف على الصوت والصورة وأتمتة العمليات الآلية ومراقبة الجودة والروبوتات المستقلة أما التقنيات التي يمكن لمنشآت التصنيع الاستفادة منها فتشمل أما في قطاع الزراعة Agriculture Sector فيمكن للمنشآت في هذا القطاع الاستفادة من تقنيات انترنت الأشياء من خلال خفض التكاليف وزيادة الفعالية فيمكن مراقبة بيانات الآلات المستخدمة كذلك إدارة عمليات الري والتسميد بطريقة دقيقة وتقليل الطاقة المستهلكة للمنشآت الزراعية وبالتالي تقليل التكلفة وكذلك رصد الظروف المناخية بشكل دقيق وأتمتة البيوت المحمية عبر ضبط درجة الحرارة والإضاءة أيضا يمكن لمنشآت قطاع الزراعي تحسين جودة الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب النباتات أو الحيوانات باستخدام تقنيات الاستشعار وتحليل البيانات كما يمكن أيضا مراقبة نمو المحاصيل وزيادة جودة الإنتاج ويمكن كذلك إدارة عمليات الري والتسميد والوصول بها للدقة الكافية للحصول على أفضل إنتاج وكذلك مراقبة حالة الماشية وحركتها باستخدام أجهزة الاستشعار وتحليل البيانات أما تقنيات إنترنت الأشياء التي يمكن للمنشآت في القطاع الزراعي الاستفادة منها فتشمل Sensing Technologies Low Power Wide Area Networks Predictive Analysis Data Visualization and Dashboards End-to-end Farm Management Systems وكذلك IoT Platform for Agriculture وكذلك المترجم فترجم فى القناة المترجم فى قلالة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة